هنبدأ النهاردة بترند والترند النهاردة عن موضوع مهم جدا على السوشيال ميديا وانتشر بشكل كبير وهو يعني عامل تفاعل من مبارح خاص بالنجمة اللبنانية هايفا واهبي او يعني زي ما بيطلق عليها متابعيها ديفالبوب هايفا واهبي كشفت مجلة لوفاشيون موناكو العالمية عن غلفها الجديد نشرت فيه صورة لهايفا واختارت المجلة اسم ديفالبوب اللبنانية واطلت فيها هايفا واهبي على غلف المجلة بالصورة الرسمية لاغنيتها الجديدة نحلوة وظهرت على صفحات الاصدار الجديد بلقطات جميلة وساحرة زي ما احنا شايفين على الشاشة والمجلة كمان كتبت على حسابها على الانستجرام ان هايفا واهبي واحدة من ابرز نجمات البوب في العالم العربي وتظهر على الغلف الرقمي للمجلة ويعني كمان اثرت النجمة اللبنانية قلوب الجماهير في جميع انحاء العالم بموهبتها المزهلة وجمالها وهايفا واهبي حصدت شهرة واسعة بالموسيقى المميزة اللي بتقدمها واللي اظهرت موهبتها وسحرها الاستثنائيين وكمان يعني طبعا هي مش مغنية فقط هي ممثلة ولها موهبة كبيرة وقدمت عدد من الاعمال الدرامية ووحدة من اجمل النساء في العالم كمان عبرت هايفا واهبي عن سعادتها بالظهور على المجلة ونشر التدوين على حسابها في منصة اكس وكتبت فيها يسعدني ان اكون اول نجمة عربية تظهر على غلاف المجلة صحيح وكان ليها طبعا مشاركة وقطعت كده يعني جزء من الاغنية ونشرته على صفحتها الرسمية على انستجرام وقالت فيه ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر فهناك ناس مثل البلسم والعسل على القلب وهناك من هم مثل الفيروس والسم طبعا فيديو نحلة الان هو على قناتها او يا قالت حتى الان الكلام على قناتي الرسمية في يوتيوب والاغنية على جميع المنصات الرقمية يعني ده طبعا كان اللي كتبته هايفا وهبي على اكس منصة اكس وبالتأكيد يا فرحانة يعني ان يكون اسمها وصلتها على غلاف مجلة فرنسية زي دي بالتأكيد حاجة تفرحها طبعا إلى جانب ان هايفا وهبي بتحظى بجمهور كبير بيحبها ومحبة ومتابعة من جمهورها البوستر كمان الخاص بالاغنية كان ليه تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لان اشاد المتابعون بجمال هايفا بعد ما ظهرت وهي تضع جناحي النحلة وبترتدي قميصا اسود وبنطلون قصير باللون الازرق مع شراب وكمان يعني بملابس كده تبدو وكأنها يعني شبه النحلة وكشفت هايفا وهبي عن الأغنية المليئة بالاستعارات اللي بتصلت الضوء على القدرة على تطهير النفس من العلاقات والمشاعر السامة ربنا يا بعيد المشاعر السامة عن الناس كلها ترجمة نانسي قنقر